كيفية تسجيل غناء جيد الغناء هو الشيء الوحيد الذي نسجله جميعاً وهو الشيء الوحيد الذي يسمعه جميع المستمعين لذلك يتطلب منا أفضل عمل ولكن مع كل المعرفة والأدوات والتقنيات التي يتطلبها ذلك يمكن أن يشعر المبتدئين بالإرهاق خاصة في وقت مبكر ولكن الخبر الصار هو أنه من خلال بعض النصائح البسيطة يمكن لأي شخص تقريباً تحسين الصوت بشكل كبير في أي وقت من الأوقات على الإطلاق لذا سأشارككم اليوم أفضل النصائح التي أعرفها القضايا الخمس أو المشكلات التي تدمر الغناء تحديداً 1- الفرقعة أو التقطقة 2- الصفير 3- تأثير القرب 4- ضوضاء القدم 5- صوتيات الغرفة الفقيرة الآن دعونا نستكشف كل واحد أكثر عند النطق بأصوات P أو B يتم خروج هواء قوي زائد من الفم ولكن في الحديث العادي لا نلاحظ ذلك لكن في التسجيلات تضرب هذه الانفجارات الهوائية البابينج غشاء المايكروفون ولتجنب ذلك فإن أسهل طريقة هي الغناء في المايكروفون بزاوية منحرفة قليلاً عن المحور حتى لا يصطدم الهواء بالمايكروفون مباشرةً ومع ذلك فإن العديد من المطربين لا يمكنهم فعل ذلك أو لا يفعلون ذلك فغالباً ما يستخدم المهندسون عوامل تصفية البابينج بدلاً من ذلك إليكم كيفية عملها وذلك من خلال إنشاء حاجز بين المغني والمايكروفون تعمل بوب فيلتر مثل شبكة لالتقاط الانفجارات الهوائية البابينج أو مع السماح للأصوات الأخرى بالمرور بحرية يعمل الحاجز أيضاً كعلامة مسافة حيث يمنع المطربين من الاقتراب أكثر من اللازم كما يفعلون في كثير من الأحيان ثانياً الصفير عند نطق حروف مثل الفاء والسين يصدر الفم نفثاً عالي التردد من الهواء يعرف عادةً باسم الصفير ولكن لا نلاحظ ذلك في المحادثة اليومية لكن في التسجيلات عندما يكون الفم في مواجهة المايكروفون غالباً ما يبدو الأمر واضحاً بشكل مؤلم لإصلاح هذه المشكلة يمكنك إخفاؤها بأدوات برمجية والضواغط متعددة النطاقات لكن الاستراتيجية الأكثر ذكاءً هي تجنب تسجيلها في المقام الأول تماماً كما هو الحال مع الفرقعة إذ يمكن أن يؤدي الغناء بزاوية خارج المحور عادةً إلى حل المشكلة خدعة القلم الرصاص إليك شيئاً آخر يمكنك تجربته احصل على قلم رصاص وثبته مباشرةً على المايكروفون بشريط مططي مثل الأستيك كما هو موضح في هذه الصورة الآن سيتم تقسيم تلك الانفجارات عالية التردد إلى نصفين بواسطة القلم الرصاص وتحويلها إلى الجانب فتحل المشكلة وبالنسبة لتصميم المايكروفونات القلبية يستخدم النمط القطبي القياسي في الغناء متى يوجد مصدر صوت على بعد بوصات قليلة من المايكروفون مثل أجهزة التكييف يظهر المايكروفون تعزيزاً ملحوظاً للنهاية المنخفضة في استجابة التردد وكلما اقترب صوت المغني أو المؤدي كان التأثير أقوى وإذا كان مغنيك يعاني من هذه المشكلة فإليك كيفية إصلاحها استخدم مرشح فرقعة أي بوب فلتر لمنع المغني من الاقتراب أكثر من اللازم من المايكروفون استخدم المايكروفونات متعددة لاتجاهات وهي محصنة ضد تأثير القرب بسبب تصميمها ثالثاً صوتيات الغرفة السيئة مثل الغرفة الفارغة أي صد الصوت أو الإيكو لأنه إذا كانت الأصوات في غرفتك سيئة فسيكون غناءك كذلك وبدون المعالجة الصوتية المناسبة يمكنك أن تضمن إلى حد كبير أن صوتيات الاستيديو الخاص بك سوف تمتص إذا لم يكن لديك المال أو المساحة للقيام بذلك بالطريقة التقليدية وبصفتك مهندس استوديو منزلي يمكنك فعل كل شيء بالشكل الصحيح لإعداد مغنيك للنجاح ومع ذلك فإن المنتج النهائي لا يزال في الغالب بأيديهم وبخلاف قدرتهم الفعلية على الغناء فإن العامل الهائل الآخر الذي يحدد النتيجة هو تقنية المايكروفون الخاصة بهم المطربين ذوي الخبرة القليلة وراء المايكروفون يقومون بحركات رأس متوترة ومضطربة بشكل عشوائي مما قد يفسد تسجيل آداء رائع من ناحية أخرى يقوم المغنون الماهرون بحركات رأس مدروسة وهادفة تعمل على تحسين الصوت بشكل كبير على سبيل المثال إليك أربعة أساليب شائعة يستخدمونها التحكم في الحجم مع المسافة من خلال الاقتراب من المايكروفون كلما أصبحوا أكثر نعومة وأبعد مع ارتفاع أصواتهم إنهم يوازنون تقلبات الحجم الخاصة بهم مما يقلل بشكل كبير من مقدار الضغط المطلوب لاحقا تجنب الفرقعة والصفير وذلك من خلال ضبط الزاوية والمسافة من المايكروفون يمكنهم فعليا القضاء على أي آثار فرقعة أو صفير ويمكنهم فعل ذلك بدون استخدام مرشح فرقعة أي البلاجينز التحكم في أصوات التنفس وذلك من خلال تحويل رؤوسهم إلى الجانب مع كل نفس أي عند سحب النفس فإنهم يتجنبون أصوات التنفس المحرجة التي يجب تعديلها لاحقا والأشخاص الجيدين حقا يعرفون متى يتنفسون عمدا في المايكروفون لإحداث تأثير بعد ذلك نتحدث عن كيفية مساعدة مطربينك على اكتساب هذه المهارات إذا لم تكن لديهم بالفعل تحسين تقنية المايكروفون الحقيقة هي أن قلة من المطربين الذين تعمل معهم يتمتعون بتقنية مايكروفون جيدة حقا ولكن بدلا من محاولة إصلاح كل شيء بالتحرير على برنامجك الصوتي لماذا لا تمنحهم بعض المؤشرات لمساعدتهم على إصلاحه بأنفسهم كما ترى على عكس الاستوديوهات المحترفة إن الشيء العظيم في التسجيل المنزلي هو الأشخاص الذين تسجل لهم هم عادة أصدقاؤك وأنتم لديكم جميعا الوقت في العام لتصحيح الأمور لذا بعد أن تشرح لهم الأساليب الأربع التي عرضتها عليكم دعهم يتدربون وبافتراد أنهم موسيقيون محترمون فسوف يكتشفون ذلك في النهاية ولكن ماذا أفعل إذا لم يكونوا مغنيين جيدين تدريب المطربين عديم الخبرة فإذا كان المغني سيئا ولا يعرف أنه سيئ فذلك لأنه لا يستطيع سماع سبب كونه سيئا لذلك من غير المحتمل أن يساعد أي قدر من التدريب من جانبك كثيرا في المستقبل في هذه الحالة قد يكون أفضل مصار لك هو أن تظل إيجابيا وتجعله يشعر بالثقة لا تطلب أبدا من شخص أكثر مما تعتقد أنه قادر عليه إن وجود طاقعات غير واقعية يؤدي إلى تقليل عزيمة الناس مما يجعلها تبدو أسوأ في حين أنه قد لا يكون أفضل شيء بالنسبة له على المدى الطويل والاستخراج أفضل آداء ممكن في يوم معين فمن الأفضل كثيرا أن تجعل مغنيك يشعر بالثقة أكثر من عدمها يعتقد العديد من المطربين أن إضافة القليل من الصدى يساعدهم على البقاء في الساحة وعلى الرغم من ذلك وفي الواقع فإن معظمهم يعجبهم تماما لأنه يجعلهم يبدون أفضل وهو أمر جيد لأنه كما ذكرنا سابقا فإن المغني الواثق يبدو دائما أفضل من المطرب غير الآمن أما الجانب السلبي هو من خلال إضافة الصدى أو أي تأثير لهذا الأمر يمكن خداع المطربين للاعتقاد بأن آداءهم أقوى مما هو عليه بالفعل وكل تأثير تضيفه يزيد من احتمالية تفويتهم لمشكلة ربما كانوا قد سامعوا بها وقاموا بتصحيحها بأنفسهم لذلك فإن المطربين الجيدين الذين لديهم القدرة على سماع هذه المشكلات والتكيف وفقا لذلك قد يكونون أفضل حالا في الحصول على تأثيرات قليلة أثناء التتبع ومع المطربين الأقل مهارة الذين لن يسمعوا هذه المشاكل على أي حال قد تجد الطريقة المعاكسة أكثر فاعلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر